بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية صبايا وإن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وصحة وسلامة أنتم وعائلاتكم الكريمة في ظل الظروف وإن شاء الله بنشوفكم على خير أولاً أريد أن أحكي لكم أنا كتير كتير مبسوطة منكم لاستجاباتكم لأي المادة هذه المادة زريفة خفيفة خفيفة الدم كتير حلوة ويعني مادة ضررية كمان مش للتخصص ضررية للثقافة بشكل عام طبعاً التغذي صبايا أو النوتريشين لازم القاعدة الأساسية اللي نتخذها إنه إحنا مرتبطين بدينا ارتباط قوي ومباشر إن شاء الله فالله سبحانه وتعالى قال بكتابه وكله واشربه ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم شو معنات هاي المبدأ أو السلوك السلوك اللي دايماً إحنا منتعلم سلوكياتنا ومنعتز فيها ومنبتخر فيها إنه إحنا سلوكياتنا سلوكيات إسلامية مريحة وسلوكيات اتطرق القرآن حتى للأكل لكل السلوكيات اللي بيومياتنا معناها إنه لو عندك عزومي لو عندك آكل لو عندك مفيه مفتوح إنه كل أدر حاجتك ما تاكل كتير إنه لو أكلت كتير هذا يعتبر إسراف ولو إنه وهلو إحنا منشوف للأسف إنه فيه في المجتمع العربي إنه فيه إسراف كتير بالآكل وبكبوء وفيه إن شاء الله ما بنكون يعني منهم بدنا نتطرق إنه شو علم التغذية هلأ بلشنا بإنه نوظف الإشي اللي أخدناه نوظف البروتينات والدهونيات والفايتامينز والأملاح كلهم نوظفهم من خلال غذائنا اليومي علم التغذية هو العلم الذي يبحث في المواد الغذائية الكيميائية التي يتناولها الإنسان في طعامه اليومي وكيفية تعامل الجسم مع الطعام وكيفية الهضم والامتصاص والنقل والآيض وبعدها كيفية بتتحول إذا تمتص بالأمعاء الدقيقة أخدنا وطرق تغزينها وطرق التخلص منها والطعام هي المواد على صورة صلبة أو سائلة اللي إحنا بنتناولها يوميا وتحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية وبتختلف من بعضها لبعض في الكمية والنوعية هلنس لازم نتطرق لسوء التغذية برضو إحنا أخذنا التغذية بشكل هام شو هي؟ ولكن في عنا جانب لازم ما نغفل عنه اللي هو سوء التغذية اللي هو حدوث تدهور أو ضعف في الصحة نتيجة تناول الأغذية غير متكاملة وغير متوازنة إما بالزيادة أو نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية كيف يعني؟ إنه مثلا مش بس إنه سوء التغذية مثل ما منشوف المجاعات أو النحافة لكثير أو إنه ما في جسمي التوتال بادي ووتر عندي كثير قليل أقرى بلاد دهيدريشن أو بالمقارنة التانية إنه عندي كثير عندي سمنة أوبيزتي أخذناها بشكل واسع عندي كثير هذا تعتبر برضو السمنة اللي هي سوء التغذية إنه أنا وظفت الطعام أو زدت كميته في نواحي لا يتطلب مني ذلك طبعا مثل ما حكيت أخذنا كل العناصر وكل الأملاح هلا بدنا نجمحهم على شكل هرم كتير مرتب إلو عدة طوابق كل طابق شونا نحط اللي أخذناه واللي حفظناه هذا لازم نهتم إحنا ما بدي مثلا أحكي لك قديش بروتين هون قديش بروتين هون قديش لأ هلا بدنا نجيب كل بروتينات كل الدهون كل اللحوم كل الكالسون بدنا نرتبه بشكل عام على شكل غذاء اللي إحنا يوميا يعني فطور غدانا عشان على شكل غذاء أمامي وبعديها أحسب بعديها أحسب بس لازم نتطرق للهرم الغذاء بشكل سريع ولازم تحفظيه الهرم الغذائي هو مجموعة المجموعات الغذائية على أشكال وعشكل أقسام وطبقات في عنا طبعا دائما الهرم الغذائي من بلش له يا صبايا من القاعدة في عنا الخبز والحبوب والأرز والمع كورونا هم مجموعة الكاربوهايدريت هذا بتزودنا بالألياف والكاربوهايدريت والفيتامينات والمعادن في المجموعة الدرجي اللي فوقيها مجموعة الخضروات منظمة الصحة العالمية والنوترشينيست في كل العالم والأخصائيين التغذية دائما بنصحون إنه نكثر من هاي المجموعة لأنها بتزودنا بالفيتامينات والمداعن والأملاح القائمة المقابلة لها قائمة الفواكه أو الفاكهة طبعا شي مهم جدا بتمدنا بكميات كبيرة من الفيتامينات واهمها في عنا طبقة ملكالسيوم طبقة الحليب واللبن والجبن بتمدنا بالبروتيني spir passionate والمعادن واهمها الكالسيوم الطبقة المقابلة إلها مجموعة البروتينات اللحوم والطيور والأسماك اللي بتامدنا بروتين وكالسيوم وحديد مهم جدا بدنا نوص magical الآن قمة القاعدة قمة القاعدة اللي هي السكريات والزيوت والموالح غنية بالدهن والسكر أحياناً الملح ولكن اللي بدي أحكي هون ليست ضرورية ويمكن أن نعيش بدونها يعني يا ست حضرتك يعني ممكن نتعيش بدون الكوب كيكس أو الدونات أو الشوكولت أو anything يعني هاي تعتبر رفاهية في حياتنا رفاهية ليست ضرورية وينصح بالتقليل من تناولها مثل كعكة عيد الميلاد أو الخبز المحلي أو هاي الأمور فيهن الهرم الغذائي بشكل عام تطرقت له سريعاً ولكن علشان لما أحكي لك لما تقولي لي أنت مثلاً لازم نكثر من الخضوارات لألعاب القوة تحكي لي ليش وهي أي طبقة ليش نحرص على تناولها مثلاً لأنها شو بتمدنا شو بتعمل ليش بدنا نحرص على تناول الفاكهة على ألبان والأجبان لأنه هي بدها تدخل ضمن البرمجة تبعات الغذاء مبادئ وقواعد التغذية الصحيحة السليمة أنا لخصتلك إياهم بهذول النقاط الخفيفات الظريفات الأمورات فيه عندنا بشكل موسع في الكتاب بس أنا لخصتلك إياه طبعاً تزود الجسم بالطاقة القيام بواجباتها الرئيسية لو ما فيه غذاء وما فيه طعام ما عندنا طاقة ما عندنا طاقة هاي مبدأ رئيسي لازم الغذاء يكون متنوع لازم نعتدل في تناول الغذاء لا نكثر ونقلل ونوازن لازم يكون متوازن عدم الإهمال في تناول إحدى الوجبات خصوصاً للرياضيين الرياضيين متطرق لهم في الكتاب إنه لازمهم خمس وجبات باليوم وكل وجب ينقللها يعني تقليل الكمية ولكن نزيد العدد خمس وجبات لألعاب معينة لألعاب معينة هون إحنا ملتزمين الناس العاديين ملتزمين بثلاث وجبات رئيسية اللي هي فطول الغداء العشاء شرب الماء بكثرة إشي ضروري جداً عدم الإكثار من تناول الملح كالورد السوديوم الإكثار من تناول الخضار بالفواكه إكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف تخفيض نسبة الدهون والسكريات الطهي بأسلوب صحي شو معنات الطهي بأسلوب صحي؟ إنه أنا لم أطبخ شغلي يكون القاعد اللي بطبخ عليها اللي هي As low fat as possible شو معناها؟ أقل الكمية الدهون أقل إشي ومراقبة الوازن باستمرار خفيفين زرفين طيب أنا مثلاً اتخرجت وأنا أصلاً تخصصي بكالوريس تربية رياضية وبيدي أروح أصيري إن شاء الله يا إما معلمة معلمة تربية رياضية PA أو إنه أكون مدربة في جيم مدربة في جيم أو إني أشتغل مثلاً إدارية في اتحاد أو مقيمة أو مدربة في الاتحادات هاي مجال شغلنا هذا مجال شغلنا أنت هون بدي أطرق لأكثر من شغلي الشغل الأولي والأعمية والرئيسية إنه هون إحنا زيادة معلومات إنه هون ثقافة تغذية رياضيين بحكم تخصصي وبحكم مبدأ عملي ولكن أنا مش تخصصي نوتريشين أنا مش نوتريشينست ماشي هون أنا إلي النصيحة إنه أنا بحكم معلوماتي المتواضعة في هاي المادة أنا بقدر أنصح نصيحة أنا إذا درست مثلاً في تربية والتعليم وعننا بطولة طائرة أو بطولة جنباز أو بطولة وأنا دربت الطالبات أو الطلاب في مدرستي عشان يوم المباراة يوم المباراة أخدهم أعرف شو أفطرهم بين الأشواط أعرف شو أطعميهم ماشي هادي المبدأ تبع علمنا اللي بدنا نوظفه هون تبع المصاق التغذية اللي أنا بدي أوظفه وكمان إنه أنا مثلاً هلا سنة أولى أو سنة ثانية أو سنة ثالث تربية رياضية فيه عندنا مواد عملي لازم أعرف أنا أطبق على حالي أنا قبل المحاضرة العملي الساعتين جهدها عالي شو لازم أكل بين المحاضرات العملي شو لازم أكل وبعديهم ولكن قبل هذا كله لازم أقيم الحالة الغذائية وي بتكون لايك كويشنير لايك استباني أنا بكتبها وبعبيها استباني لازم أعرف أنا شو النقص عندي في تغذيتي شو تحديد احتياجاتي من العناصر الغذائية عناصر التقييم تقييم نمط التغذية للشخص الممارس للرياضة التاريخ الصحي إنه أنت مرطي ممرطيش بينقص عندك السكر أثناء التمرين في طالبي من طالباتك بيغم عليها من التعب في الفحص الدام اللي هم يقلبين كتير مهم حكينا الحديد عندها نقص شو المقييس الجسمية طول وعرض وأعراض ووزن تقييم نمط التغذية للشخص الممارس الرياضة الوجبات اليومية وأوقات تلاولها قديش إنتي وجبات يومية؟ وإيه متى الوقت اللي بتوكلهم؟ هل بتوكلي الثلاث وجبات بالليل؟ بتنامي بنهار بعد ما تروحي وبتصحي بالليل بتوكلي بتعاوضي الثلاث وجبات؟ هلو، إنتي وين؟ ممنوع الأكل بالليل أو إنه فطور غذا عشاء كل أربع خمس ساعات يعني إنتي شو الوجبات اليومية؟ وقديش بينهم فترات؟ العادات الغذائية العادات الغذائية اللي إنتي مكتس بيته أو سواء كان من العائلة أو سواء كان من سلوك اكتسبتيه من الجامعة أو سلوك أنت شايفي طلابك لاعبينك يعني اكتسبتوه من التلفزيون من هون بوكله كتير شو؟ في ناس بتقول لي أنا مثلا عندي عادي إنه أصحى أشرف فنجان قهوة وبعد ثلاث أربع ساعات أكل لي ساندويشي أنا ما بفضل هاي العادة نهائي هاي للأغلبية عندكم بس أنا ما بفضلها نهائي في عنا الأكل بين الوجبات نوعيته وكميته إنه مثلا بين الفطور والغداء هادول المسافي بينهم شو أنت أكلتي وقديش شو النوع وشو الكمية مقدار السوائل المتناولة ونوعيته وكميته السوائل اللي انت بتتناوليها طوال اليوم بتشرب بمي قديش مثلا شربتي عصير العصير المحلة قديش السكريات قلت لكم إنه لازم نطلع على القيمة الغذائية لكل إشي بيقع بين إيديكي هاي القاعدة إحنا أنهناها هاي القاعدة صارت سلوك جيد بالنسبة لكم وإنه إنه اي إشي بيقع بين إيدي لازم أتطلع على القيمة الغذائية ألفو وأتطلع على المربع الصغير وأشوف القيمة الغذائية بتشربة XL بتشربة كولا بتشربة سبرايت بتشربة المشروبات الغازية بتوكل قديش بتوكلة جيلو قديش بتشربة قهوة بتشربة شاي هاي السوائل كلها كميتها ونوعيتها استخدام المستحضرات الغذائية اللي هي الصناعية اللي هي المكملات الغذائية ونوع التمرين ومدته إنتي بدك يدرب مثلا عندك بطولة جنباز وإنتي معلمة رياضة بدك يدرب البنات بعد المدرسة طيب على الفرصة لازم تقولي لهم واحد اثنين ثلاث قبلي بساعتين أو ثلاث ساعات من التدريب لازم تقولي لهم لازم مثلا توقلي كذا 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 عشان يكونوا مخزنين للتدريب هون السؤال اللي أنا بعتلكم إياي صبايا أكتب الغذاء المخصص لكل من الرياضات التالية الجنباز السباحة وكرة القدم قبل ما أتطرق لهذا لازم أعملك وشنير لهم كلهم لأنه تختلف كل نوع رياضة تختلف عن الرياضة أنا فيه عندنا ألعاب القوة والسرعة فيه عندنا ألعاب التحمل الدوري التنفسي يختلفوا تماما عن يختلفوا في الغذاء وفي نوع التمرين ومدته يختلفوا في الاستجابة هون تغذية الرياضيين فيه عندنا قبل المنافسات وقبل التمرين أثناء المنافسات وأثناء التمرين هي بعد المنافسات وبعد التمرين قبل المنافسات أو التمرين يفضل يا صبايا أن يكون التمرين بعد تناول وجبة الطعام بثلاث أو أربع ساعات ولكن فيه ناس بقول يا الله أنا بدي أحد أستنى ثلاث ساعات علشان أتمرن فيه ناس بيأكلوا قبل بساعة يعني أنه أنا عندي تمرين بعد ساعة هلا لازم أكل هاي ممكن أنه تضبط مع الواحد لأنه إذا أكل مباشرة بيكون قاسي على الجهاز الهضمي ويعني الشعور بعدم الراحة عشان هيك إحنا منقطع اختيار وجبي خفيفي قبل بساعة أو ساعتين التلاتي مليئة بالكربوهايدرات والبروتينات آخر الأبحاث اللي اضطرق لها العلم إنه إخدتها هاي النقطة من كتاب هزاع هزاع 2014 إنه تناول نسبة قليلة سمعتيني نسبة قليلة هدولا للأضلت يعني للعيبة والإنتو الأضلت الفوء الثمانتاشر سنة نسبة قليلة من القهوة أو الشاي الأخضر ممكن أن يكون مفيدا في مرحلة ما قبل التمرين بساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقديم جرعة من مضادات الأكسدة طيب في أطعمة مقترحة قبل التمرين مثل كوب من اللبن الرائب مزين بالقليل من الفواكه واللوز أو شوية موز قطعة من خبز التوست المدهونة بزبدة الفول السوداني وعاء من الحبوب مع الحليب المنزوع الدسم عجة بيض على التوست حمص وجبن مع رقائق المقرمشات هلا بنا نتطرق لأثناء التمرين أو المنافسة أثناء التمرين والمنافسة لا يفضل تناول الأطعمة أثناء التمرين نعيد لا يفضل تناول الأطعمة أثناء التمرين يعني انت تخيلي حالك وانت في نص محاضرة العملي وحملالها السندويشي وماشي أو حملالها الشوكولت وقعدة بتتمرق ولا يمكن تصير انت إذا كان يعني بدك تتعبي بدك تتعبي فهمت علي جسمك بيبدل جهد كبير عالي وعشان تحفظ على طاقتك وعلى قوتك ممكن إشي خفيف بيحتوي على النشويات والسكريات وبغلل من الإحساس بالطاقة الإحساس بالإرهاق والثقل اللي هي موزة أو تمرة بين التمرين وتمرين ولكن يجب شرب كميات قليلة من الماء خلال التمرين لأنه بنظم حرارة الجسم التي قد ترتفع عند ممارس التمرين الرياضية وممكن إنه كمان تشرب سوائل تحتوي على الأملاح والكاربوهايدرات الماء 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 ذكرين أغنية الماء 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 اللي في سبستون وليفر يعني إنه وقت وينتو صغار هاي بدك تضلي حاملة هالأنيني طوله أنت بتتدربي وأنينت المي جنبك بعد التمرين أو المنافسة هون هون الشطارة هون إجاكي العز إذا ما أكلت بعد التمرين رايح يبقى مستويات السكر منخفضة لذلك يبدأ الجسم بتفكيد قواعد الروتين فمن الأفضل ومن المستحسن بعد التدريب تناول وجبات كبيرة الله أكبر هاي الحكي هلا خلينا نشوف وين الأكل من الأول المخاضرة وإنه تكلوش تكلوش كلوه وجبات محددة جوعتينا هلا يا عمي كلي هلا بعد التمرين انت بهاجي لغذاء لأن الغذاء بتم توجيهه للعضلات ولا يتحول إلى دون إلا بكميات صحيحة لأنه انت بتكون هلكاني تعباني منهكة مرهقة ويعني جسمك بقولك أعطيني أعطيني جيب عوضي ما فقدته في التمرين الأطعمة المقترحة بعد التمرين طبعا حسب حسب نوع النشاط الرياضي إذا أنت مدربة كرة الطائرة كرة الطائرة لهم غذاء خاص عن الجنباز الجنباز اللعبة فردية السباحة لهم غذاء خاص عن الجري السرعة 200 200 متر أي نوع رياضة إلو خصوصية في الغذاء إلو خاصية في الغذاء شطيرة لحمة الدجاج أو لحمة الحبش أو التونة مع الحمص أو ما يعادلها يعني لو نقيسها عليكم أنتو يعني كرياضيات أنتو بتروحوا توصوا بعد المحاضرات العاملة بتروحوا بتوصوا على شورمة That's correct صحيح الحكي صحيح شوربة عدس إذا أنت كنت تروحوا على الجنب وترجعوا عند أمك حساء الدجاج بيطين محضرتان وفي صورة عجة مع كارونا من الحبوب وبطاطا مخبوزة مع جبن أو بطاطا مهروسة هون ريحين أنتو تنبسطوا لأنو أنتو أحيالا بتوصوا على Hot Potato عارفين حالهم اللي بوصوا على Hot Potato إنو دكتورا نوصلك معنا بطاطا مخبوزة بطاطا مخبوزة مع جبنة مع زيتون هاي الوجبة كتير كتير مهمة وأنا بنصح فيها بعد التمارين الرياضية حلو الموضوع؟ حلو يلا الأكل أو التقسيم الغذاء اللي إحنا بدنا نوكله بدنا نعرف أنا هذا ال Hot Potato طيب أديش بدها تعطيني طاقة؟ عندي هلا مثلا ثلاث محاضرات عملي ورا بعض بدها ثلاث ساعات بدها تشبعني لثلاث ساعات؟ يعني بدها تشبعني لثلاث ساعات؟ يعني بدها تشبعني لثلاث ساعات؟ كيف إنو البطارية بدها تشغل معايا لثلاث ساعات؟ ولا لا؟ هلا بدنا نشوف هون يا صبايا محتويات الوجبة الوجبات الغنية بدهون بتضلها معك التحمل الرياضي العالي الشدة عالية 57 دقيقة بما يعادل ساعة الوجبات اليومية المعتادة 114 دقيقة بما يقارب ساعتين ولكن الوجبات اليومية المعتادة إنتي خزنتي إنتي هون خزنتي أشياء كتيري إنتي خزنتي أشياء كتيري ممكن إنو بما يقارب ساعتين هيك على بدون تركيز على شو؟ هون مثلاً أخذت وجب غني بالكاربوهيدريت مثل البطاطا الهوت بوتيتو ممكن إنها تمشي معاي ل 167 دقيقة اللي هي ما يعادل الثلاث ساعات خلينا نطلع هون على الفيجرز قبلها خلنا نطلع على الفيجرز وجبة الغنية بالدهون بتمشي معاي لساعة ماشي بتشحني لساعة لعب الوجبة اليومية المعتادة بتشحني يعني تقريباً تشحني ساعتين الكاربوهيدريت يا صبايا لأقصى حمل بتضلها معاي لثلاث ساعات إذا الكاربوهيدريت يا صبايا بيضل معاي بيضل معاي بيشحن جسمي أكتر بيشحن جسمي أكتر وهون بديك تعرفي إنه ألعاب الدوري التنفسي زي الماراثونز وزي كرة القدم لأنهم كرة القدم تقريباً بيجروا كتير في التسعين دقيقة في الشوطين بيضلوا يجروا 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 بما يقارب نصف ماراثون يعني بيضلوا يحركوا وما منشوفهم بقعدوا نهائي هلا الجدول هذا بوضح كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم يومياً أنا فرقت لكم فيه للذكور والإناث وللعمر هاي الأعمار والطاقة اللي بيحتاجها الجسم اليومية قديش كالوري قديش كيلو كالوري وهي للإناث قديش كيلو كالوري هون يا صبايا بدي أفرجيكم موقعين على حساب السعر الحراري نركز معي ولازم أنت تعمليل سكرينشوت أول موقع أول موقع اللي هو الكالكوليتر دوت نت شوفي عندي كالكوليتر دوت نت منروح على الكالكوليتر دوت نت ومنروح هون منشوفه على البار تبعه الفاينانشال هذا مناش دخل فيه هون المحاسبة قسم المحاسبة العلوم إداري هون يعني هات خصوصهم إحنا اللي جنبه نكبس على الفتنس اند هيلث شفتي كيف هاي جانع الفتنس اند هيلث بيجيني بيجيني هاي الفتنس البادي ماس اندس كالكوليتر أخذناه مؤشر كتلة الجسم الكالوريز مثلا كالكوليتر البادي فات البي ام اار كالكوليتر الايديال ويت هاد كله كله لا الفتنس ماشي؟ مثلا منروحه على درسنا الكالوري بدنا نحسب كالوري هاد الكالوري مثلا عمرك خمس وعشرين انتي في ميل طولك مية وثمانين سانتي مية وثمانين سانتي مين فيكم طولها مية وثمانين سانتي؟ خلينا اتذكركم اتذكركم اه عندنا الاء الطويلة اوكي وزنها تقريبا خمس وستين مع انها الاء نباتية اوكي وزنها خمس وستين بحط هون المتغيرات وبكبس على كالكوليت طلي عندي جدول هاد الجدول الللي طلع عنده يصاباية هو تنبؤ تنبؤ ي اديش انت الطاقة اديش الطاقة الللي لازم تصري فيها بليوم اديش الطاقة الل الى لازم تصري فيها باليوم و اديش لازم انَ تخسري من الطاقة اليوميه اديش تخسري من الطاقة اليوميه ه 회ادةو تنبؤي هايو غير كاتبلك هون كالوري استيميت تنبؤي تنبؤ قديش 2181 كالوري باي دي وعندك المايلد عندك 1931 كالوري باي دي عندك لازم تخسري من الويتلوز 1681 لازم تخسري من الطاقة يعني لازم تتدرب كتير منيح والإكستير 1181 هذا يا صبايا انتي بتروحي بتعمليلي كل واحدة عليكم وبتروحي بتبعتيلي مثلا خلينا ناخد كمان نموذج على وزنك أخدناه وزنك 25 مثلا انتي في ميل 185 بيعطيكي بيعطيكي 20.1 كيلوغرام لكل متر نورمال انتي عندك شحون الجسم مؤشر كتلة الجسم عندك نورمال عندك نورمال ماشي هذا الموقع كتير منيح وبتقدر تجرب البادي فات بتقدر تجرب في كمان موقع خلينا نروح ماي فات سيكرت اسمه فات سيكرت هو يعني تقريبا نظامه مثل الفيسبوك بتروح بتعمليليك حساب وبتدخلي هذا كتير حلو أنا حبيته هذا الموقع هو متخصصين في نوتريشينيست وبيعطوكي جدوى الغذائي وبيعطوكي برنامج للحركة وانتي بتدخلي بيعطوكي فايل بتدخلي كل الأشياء اللي انتي بتعمليها في اليوم وهون بتقدري خبراتي الناس ونصائحهم شو بيعملوا بتقدري تشوفي النصائح خلينا نمشي مثلا بيعطوكي هون الكالندر قدي انتي مثلا وصلتي قديش بلشتي انتي مثلا هون بيعطوكي الفود الفطور شو انتي أكلتي وقدي بيحتوي على فات كاربس بروتينز كالوريز وعندك اللانش الغدا بتعبي شو تغديتي وعندك الدينر وعندك السناكات تكتب بهم قديش هدول هو بيعسبلك إياهم بيعسبلك قديش الطاقة تبعتك هون بترجع بتروحي على مثلا الاكتيفتي انه في عنا ثلاثة أو أربع أنواع من الناس في عنا هل أنتي من الناس الخاملة الخمول عندك ما بتحبي تتحركي مع هذا في عندك انتي هيفي اكسرسايز انه بتحبي بتتحركي خفيف يعني تمشي شوي بس في عندك اكتيفتي اكسرسايز عندك اكسرسايز عالي يعني انتي بتتدرب منيح بتكتب الاد اكسرسايز اللي انتي تدربتي أو المشا اللي انتي ماشتي بير منت قديش متلا ساعة خمس ايام بالاسبوع ساعتين ثلاث ايام بالاسبوع في عندك هون لسليب والرست طبعا عندك لازم نوم تمام ساعات هاي قاعدة قانون في العالم انه انتي دماغك بحاجة لتمام ساعات راحة ماشي وفي عندك الرست قديش انتي ارتحتي بتكتبي برضو بتدخلي له هاي المعلومات هون هون حلو هذا هذا بيعطيك الخلاصة الخلاصة لانه شو انتي عملتي شو اكلتي شو تحركتي وبيرسم لك وبيعطيكي تحت ادفايز ادفايز من النوترشينيست من الاخصائيين التغذية انه انتي شو عملتي اللي بتعملي فيه البرنامج اللي عملتي صح ولا لازم تعدليه انه وزنك هلا انه تشينج الدايت فهمت علي كتير حلو الموقع هادا طبعا ادخلي عليه اعملي حساب وهون بيعطيك اخر اشي انه هذا كل اشي لك ملفك الخاص انتي شو عملتي بتدخلي عليه وبتعمليه لأد ماشي ممكن اخطلك علامة عليه ارنا اوكي نرجع لسؤالنا هلا المبدأ يا صبايا انه وشدة التمرين تحسبي لو معادلة واحدة يعني معادلة واحدة تعرف تحسبي فيها الطاقة والسعر الحراري اللي كيف تصر فيه كيف تصر فيه انا اكلت دوناتز كيف اطلعو من جسمي من خلال الحركة من خلال الحركة من خلال النشاط البدني النشاط البدني طيب كيف كيف بدي اطلع هاي كمية الدوناتز كيف بدي اطلع ها من جسمي هون يا صبايا هاي المعادلة وهذا المثال لازم نحفظه وانا بدي اكتب لك عليه سؤال اللي هو برضو من كتاب هزعل هزعل 2014 في عنا شخص وزنه 70 كيلو جرام مارس رياضة المشي السريع لمدة ساعة يوميا بمعدل خمس مرات في الأسبوع كم الطاقة المصروفة اذا اعطيناك الشخص قديش وزنه ونوع الرياضة اللي مارسها وقديه لمدة ساعة ومعدل خمس مرات في الأسبوع كم الطاقة المصروفة هلا الطاقة المصروفة في الدقيقة 0.07 هذا منجيبه من الجدول هلا بفرجيكية مضربها بوزنه بيطلع عندي 4.9 كيلو سعر حراري تم في الأسبوع منجيب اللي طلع في الدقيقة 4.9 ضرب 60 دقيقة هون 60 دقيقة الساعة الساعة هي 60 دقيقة لو انا كاتب لك لمدة ساعتين بتكتب 120 دقيقة ضرب خمس مرات بالأسبوع يعني تطبيق مباشر بس لازم انت تعرف معادلة لازم تعرف معادلة عشان تحسبي قديش تصرف من الطاقة ولما تعرف 1470 كيلو سعر حراري لازم تصرف اذا انا لما انصحك واحكي لك اذا انت اكلتي دوناتز لازم وزنك كذا كذا لازم تمارس رياضة المشي السريع لمدة ساعة يوميا فيمت علي الموضوع كيف ارتبط موضوع الغذاء كله كيف ارتبط من البداية تعلمنا على الغذاء وتفاصيل وبعدين دخلنا كطاقة كبطرية شحننا هلا بدي اصرف كطاقة كسعر حراري هذا السؤال هذا الجدول يا صبايا هون نوع النشاط البدني هون كيلو سعر حراري لكل كيلو جرام في الدقيقة من وزنك وهون اخذنا مثال اللي حطينه بالكتاب ورجل وزنه 70 كيلو جرام الطاقة المصروفة اثناء بعض الانشطة البدنية بالكيلو وسعر حراري لكل كيلو جرام من وزن الجسم تنص طاولة التنص الارض قديش نط الحبل قديش هاي اعمال بدنية ومنزلية خفيفة قديش اعمال بدنية ومنزلية شديدة غسل السخون والاطباق كوي ريش طائرة سباحة جري كل هون المثال السؤال تفضلي يحلي بكل حب ووفاق ومودة سؤال كتير حلو رجل وزنه سبعين كيلو انا حطتلك اياه على اساس انك ترجع الى الجدول ساعد زوجته باعمال المنزل وكانت شديدة يعني يوم تعزيل لمدة ثلاثة ساعات يومية وبمعدل ثلاثة ايام متتالية في الاسبوع فكم الطاقة المصروفة في الاسبوع للرجل النشيد بارك الله به سؤال حلو اكتر من هيك تبسيط انه ابسط لكم الامور ابدا ما فيه يعني انا اللي بتجاوب غلط something wrong يعني عندها عندها بعدها التفهيم والتبسيط اللي بتجاوب غلط something wrong about her يعني ركزي بس تركيز مستعينة بالجدول المرفق ترسل الاجابة على خانة الاجابة على شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافية الصبايا الحلوات الامورات والى اللقاء ان شاء الله باي